في اطار انعقاد مؤتمر انعاش السياحة والاجتماع السابع والاربعين للجنة الاقليمية لمنظمة السياحة العالمية في العاصمة السعودية الرياضة اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة سيد زايد براشد الزياني بوزير السياحة بالمملكة العربية السعودية وجرى خلال الاجتماع السعراض اهم الخطط والبرامج الحكومية التي قامت بها المملكتين لدعم القطاع السياحي وزيادة سبل التعاون وتفعيل السياحة البينية بين البلدين الشقيقين كما اجتمع الوزير بوزير الدولة لريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الامارات العربية المتحدة جرى خلاله السعراض جهود قيادتي وحكومتي البلدين في تعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بينهما في كافة المجالات وخلال استقباله وزير الثقافة والسياحة والاثار بجمهورية العراق بحث الزياني عددا من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالقطاع السياحي في المنطقة كما استقبل وزير السياحة والاثار بالمملكة الاردنية الهاشمية حيث أكد الزياني على أهمية الاستفادة من الخبرات في المجال السياحي بالاردن والعمل على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في هذا الجانب هذا واجتمع سعادته بوزير السياحة بجمهورية المالديف حيث جرى بحث العلاقات المشاركة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشرك وخلال لقائه بوزير السياحة بجمهورية لبنان أكد الزياني أهمية الفعاليات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كل البلدين ودورها في رفع مستويات التبادل الاقتصادية